الدعاء! 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 الدعاء ما يعديش بعد كل صلاة لو معك بصوا هقولكم المشكلة بتحصل في الدعاء تقول لك ايه ما انا عارفة لادعائه هدعي والله ما حتدعي طالما مش مكتوب قدامكم معاك ورقة مش هنال موانا في دماغي يا حيروح يا بنت خلاخة صدقين هياخدها الغرب ويتير خلاص وتنسي دعاء لا اكتبي انا عايزة كزا النفس وعايزة كزا الأولاد وعايزة كزا البيت وعايزة كزا من النبي على الصلاة وعايزة كزا من رب رسل الله تعالى وعايزة في الدنيا وعايزة في الآخرة الدعاء 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 اللي احنا بنقوله ومقصورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصنا به في العشرة دولت اللهم انك عفو وانتو حب العفو يا رسول الله سيدة عيشة لا وجدتني ليلة القدر وافقتها طبعا عايزة اقول لكم حاجات طحفة جدا جدا على موضوع ليلة الادرس سنادي بس مش اقولها لما انتهي رمضان او اخر ليلة اللي صباح العيد اقول لكم طحفة طحفة ان شاء الله بس نركز لان انا قلتلكو رمضان ده مختلف عشان خطري نركز علشان ربنا يكرمنا يا رب الدعاء اللي ثبت على الرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انك عفو وانتو حب وعفو عنا عفو يعني لما لك هيسألك ولا ارض هتكتب ولا جوارح هتعمل ولا كلام خلاف عارفين يقولك ده راجل شاهم وده راجل له كلمته وراجل شاهم وكلمته خلاص طالما قال هذا ما بيعيش ولا خلاص الراجل تأسف واعتذر خلاص او الملك من ملوك الدنيا قال كلمة وعافة خلاص ما بيرجعش ما بلك ملك الملوك ما بلق الله عز وعشان خطري اللهم انك عفو وتحب العفو لارض هتفكرك ولا جوارح هتشهد عليك ولا لسان هيقول فعلت وقلت استغفر الله وكذبت وفتنت وقسعت ولا الكلام ده خاص ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يكرمكم ويلهمنا وإياكم سواب ليلة القدر ساق كل صوت الله يتنزل في سماء الدنيا ليلة الأدى ربنا سماء الدنيا وكل ليلة يتنزل الله سبحانه وتعالى هل من داعن هل من مستغفر هل مالله حاجة انا يا رب والله يا رب انا لأي حاجة والله لأي حاجة كتير يا رب كل واحد عنده من الحاجات ادعو ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا وياكم ده جز نوتة كمان الجميلة جدا يبقى احنا عندنا آدي ذكر أذكر الصباح والمساء عندنا الاستغفار والصالع والصعب والسلام وبص الدعاء الجميل ده وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضل إنا إلى الله راغبون حسبنا الله سيؤتينا الله من فضل إنا إلى الله راغبون حسبنا الله سيؤتينا الله من فضل إنا إلى الله راكمون هاتوا بأقولوا برحكم يا ذا الجلال والإكرام نص حديث النبي ألذوا يعني امسكوا كده هو امسكوا كده هو وفضلوا ادعوا 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 يا ذا الجلال والإكرام يا زالجلال والإكرام يا زالجلال والإكرام أكرمني يا رب أكرمني بكرمك يا رب يا زالجلال والإكرام يا رب عزنا الله وبسأله بالكرم بكرمه إحنا مساكين بكرمك يا رب يا زالجلال والإكرام يا رب ده جزء يبقى دي الذكر طيب إيه الحاجات بقى اللي ما تتقطعش ولو أسرت فيها القرآن لو أنت مجتهت شوية حبتين وسمعت الله يبدو يلا بقى خلاص خدتنا الحمية جري جري على القرآن اختم كل تلك كل 3 يعني أنا هاخد 5 تجزاء في اليوم يعني بعد كل صلة جزء هنكتهد شوية ونعمل هتعمل ادي كده 10 تجزاء اصلا هاخد جزئين بعد كل صلة هختم كل 3 ايان هختم كل 3 وانا خط عشر 20 ادي 30 طب ممكن اختم ختمة اه ممكن اختم الختمة لو خط تلات تجزاء في اليوم 3 تجزاء يعني ولي كده ادي الحزب وانا 6 اقول مسلا ماشي 6 ادي صلوات الخمس صلوات بعد كل صلة حزب ويخدوا في القيام حزم مثلا يعني لكن فيه ناس مكتدة فيه ناس مكتدة ومش عايزين تمشوا على اكتهدوا اكتهدوا اياما معدودات هتخلص ونقولوا والله بعود يا رمضان والله بعود يا رمضان مع السلامة يا رمضان لا احنا عايزين نخلصوا ان شاء الله طب انا ما عملتش في البداية تعالوا مستمعتوا اللايف دا تعالوا 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 فيه فرصة والله حتى اللي قصر فيه فرصة والنهاردة ليلة جميلة وطرية واحد وعشرين وان شاء الله بإذن الله انا مرة عملوكم كده في اخر عاجة كده في رمضان. اقول لكم يعني ايه حالي مع الليالي بتاعت رمضان. اقول لكم الليالي كانت بتيجي ازاي. فانا مش عايزكم تقصروا. ومش عايزكم تيقاسوا. ومش عايزة اللي بقول لو سانا ما بعملش. سانا ما بسويش. سانا كزا. فمو لا سيبكم الكلام ده. تعالوا. ما غابة من حضر. ما غابة من حضر. اللي جي متأخر احسن من اللي تعالوا. والاعمال بخواتمها. الاعمال بخواتمها تعالوا.